بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام وعلى شرفين مرسلين سلام الله عليكم أحبابي في الله في هذا الدرس الجديد على قناة حوحة الفطرانية 81 فول 2 في هذا الدرس سوف نتعرف على بعض أسرار محرك البحث جوجل كمحرك يعني بحث يمكنك الاستفادة منه مثلا ليعطيك بعض المعلومات حول الأشياء التي تريد البحث عليها أو بعض الحلول للبحث عن بعض الخدمات التي تقدمها بعض المواقع إلى غير ذلك سوف نتعرف في هذا الدرس كيف لنا نقوم بتوظيف يعني محرك البحث جوجل للوصول إلى بعض المساحات التي يصعب الوصول إليها بما في ذلك أحباب في الله هو موضوع يعني هذا الدرس الوصول مثلا إلى بعض كاميرات المراقبة التي تم اختراقها لمشاهدتها من أنفسنا يعني كاميرات مراقبة رقمية يعني لنعدام الأمن فيها ويعني خوادم الويب الخاص بها تم اختراقها بل يعني بعض منها يمكنك التحكم بها بنفسك والشيء الذي سوف نشاهده في هذا الدرس الجديد طبعا يعني عبر فقط توظيف بعض كلمات البحث في محرك البحث يعني جوجل للوصول إلى جميع الأشياء أحباب في الله لهذا كل ما عليكم فعله مثلا فتح محرك البحث جوجل ثم تقوم بوضع مثلا للوصول إلى كاميرات المراقبة التي تم اختراقها لمشاهدتها بنفسك في مطاعم مثلا في أماكن عامة في مثلا شركات في مكاتب إلى غير ذلك فتقوم بوضع هذه كلمات البحثاتي سوف أضع لكم أسفل الفيديو إذا كنت تريد نقلها مباشرة فبعد وضع كلمات البحثاتي يمكنك تحديد مثلا وتوجيه مثلا البحث لذولة معينة سعودية مثلا المغرب أو شيء من هذا القبيل أو أي ذولة حول العالم ما إذا كنت تريد بشكل عام فتقوم فقط بوضع هذا الكلمات البحثاتي ثم تضغط على إنتر وسوف يظهر لك مجموعة من النوافذ أو عفوا مجموعة من النتائج أحباب في الله سوف اختار مثلا هذا الموقع الأول أضغط عليه ثم سوف يتم تحويلي إلى هذا الموقع أحباب في الله فهنا سوف تجد مجموعة من كاميرات المراقبة التي تم اختراقها مثلا في بعض الشركات مثلا في بعض الكنائس في بعض المكاتب في بعض يعني مثلا المطاعم الجامعات إلى غير ذلك ما عليك فعله فقط اختيار المكان الذي تريد يعني مشاهدة فيه كاميرات المراقبة التي تم اختراقها ومشاهدة ما يفعلها الغير أنت أيضا شخصيا فمثلا شخصيا سوف أختار الحين أو في سينس مكاتب أو شيء من هذا القبيل ثم أختار هنا سوف أعطيك جميع كاميرات المراقبة التي تم اختراقها في بعض المكاتب العالمية مثلا تضغط على أي خيار في الأول وسوف يتم تحولك مباشرة لمشاهدة ما يفعله أي شخص في هذا المكتب أو هذا المطعم أو شيء من هذا القبيل فمثال على ذلك هذه كاميرات مراقبة تم اختراقها يمكنك مشاهدتها بنفسك أحباب في الله هذا مكتب يعني إذا كنت تريد معرفة المكان بالضبط فيك فيك فقط يعني نسخ الـ IP في الأعلى هنا كما سوف تشاهدون ثم تذهب إلى هذا الموقع سوف أضع لكم إذا شئتم يعني رابط هذا الموقع الذي يعطيك معلومات حول أي IP تريده تقوم بوضع الـ IP كما سوف تشاهدون ثم تضغط على البحث هنا وبعد البحث سوف يعطيك المنطقة بالضبط يعني فهذه في روسيا وأحيانا يعطيك يعني الريجيو يعني المنطقة وأيضا المدينة الرمز البريدي وأحيانا الرقم الهاتف أحباب في الله فيعني كما تشاهدون هذا مباشر يعني في كاميرا رقمية إن عدم الأمن فيها وتم اختراقها يمكنك دائما الرجوع إلى نفس الموقع الذي دخلت إليه من محرك البحث جوجل والدخول مثلا سوف أختار مثلا ريستورانتي أو شيء من هذا القبيل يعني المطاعم كاميرات المراقبة الخاصة بالمطاعم التي تم اختراقها ودخل مثلا إلى أي كاميرا مراقبة مثلا هذه كما سوف تشاهدون تم الدخول وانتظر فقط قليلا فلاحظوا معي هذه كاميرات مراقبة لمطعم تم اختراقها يمكنك المشاهدة يعني ما يدور داخل هذا المطعم ودائما على اساس معرفات المكان فقد تقوم بنسخ هذا الائبي والذهاب إلى هذا الموقع وتقوم بوضع الائبي وتبحث مباشرة وسوف يعطيك المنطقة بالضبط فهذه في أمريكا فيعطيك يعني المنطقة وأيضا المدينة والرمز البريدي الخاص بها أحباب فلا طبعا يعني عبر الذهاب إلى جوجل والبحث عن كلمة البحث التي قمنا بتوظيفها فيمكنك الدخول إلى مواقع عديدة يعني سوف أعطيك مواقع عديدة لاستفادة من هذه الخدمات ومشاهدة كاميرات المراقبة التي تم اختراقها وماذا كنتم تريدون رابط هذا الموقع مباشرة سوف أصبح أعضاء لكم رابطها أسفل الفيديو أحباب في الله عليين سوف نقوم الحين بالبحث عن كاميرات المراقبة التي يمكنك التحكم بها أنت شخصيا فلاحظ معي فقط أذكر في كلمة البحث الأولى تقوم بوضعها وتقوم بوضع أي دولة إذا كنت تريد ذلك أما كلمات البحث الثانية التي يعني تعطيك خاصية التحكم في كاميرات المراقبة يعني فتقوم بوضع كلمة البحث التي يا أحباب في الله في محرك البحث دائما جوجل ثم تقوم بالضغط على انتير يعني البحث عفوا فسوف أعطيكم جمعة من الموقع صراحة سوف أختار الموقع الأول لكنتم تريدون سوف أعطيكم رابطها مباشرة وكما سوف تشريح سوف يظهر لك كاميرات المراقبة التي تم اختراقها فلو ضغطنا على واحدة منهما أحباب في الله فلاحظوا معي من الذي سوف يحصل فسوف يدخل دائما إلى صفحة أخرى ويمكنك بنفسك يعني التحكم بكاميرات المراقبة التي تم اختراقها من خلال الإعدادات الموجودة هنا مثلا عمل زوم عليها أو شيء من هذا القبيل تحريكها كما سوف تشاهدون سوف أقوم بتحريكها إلى مكان أريده كما سوف تشاهدون أنت شخصيا تقوم بتحريكها بنفسك يعني أحباب في الله من لوحة التحكم هذه عبر كلمة البحث الثانية التي ذكرت أحباب في الله وإذا شئتم يعني سوف أضع لكم رابط هذا الموقع مباشرة للدخول إليه يعني الذي يعطيك كاميرات المراقبة التي تم اختراقها والتي يمكنك التحكم في أحباب في الله تمنى أن هذا الدرس يعني البسيط قد فادكم أذكر بأن روابط المواقع التي دخلت إلي أنا شخصيا إذا شئتم يعني سوف أضع لكم روابطها أسفل الفيديو وأيضا يعني كلمات البحث إذا كنت تريد أنت شخصيا البحث بنفسك سوف أضع لكم يعني كلمات البحث أسفل الفيديو أذكر بأنه هناك أسرار أخرى في محرك البحث يمكن لي أن أخصص عنها يعني درس كامل للتعرف على بعض الأسرار التي تخول لك الوصول إلى بعض الأسرار الأخرى وبعض يعني الخدمات التي قد لا تخطر في بالك في مستقبل الدروس أحباب في الله حاول أن تقوم بمشاركة هذا الفيديو مع صداقائك ولا تنسى أيضا دائما زيارتنا على موقعنا دول الفيديو الفيديو للبونتجل 5.com والإنما بلغة صفحتنا على الفيسبوك فيسبوك كنتكم صلى أشحى على الفتسا 118 فول إذا لا تنسى الاشتراك في قناتي حتى يصلك دائما جديد الفيديوهات في أمان الله